يؤدي النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية إلى جانب انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة الذي يرزح تحت حرب إبادة إلى تفاقم الوضع الصحي الذي أصبح للأطفال كارثيا بالفعل نعم الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الصهيوني منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة تسبب في ارتفاع معدل الوفاية بين الأطفال إلى حد مثير للقلق 239 يوما حصارا من كل الجهات وغزة لا تستسلم فيما تؤكد الأيام والوقائع أن تركيز الحرب هو على الشعب وليس على مجموعة هنا الفلسطيني هو العدو ببندقيته كان أو برغيف خبز أو كوب ماء وهل لذلك عنوان غير التطهير العرقي وإبادة ما بقي برأي مراقبين فإن الإمعان في تجويع المدنيين هدفه كسر إرادتهم وتحطيمهم نفسيا وشسديا فالسبعمائة ألف البقون في الشمال هم مثال صارخ حي على التشبث بالأرض في ظروف بالغة القصوة والخطر الشديد هؤلاء وسواهم في كل غزة هم من خرج من بينهم المقاومون أبناء وأقرباء ومجتمعا ولذا فإن من شأن تجويعهم وفق هذا الرأي فضلا عن الانتقام هو الضغط على المقاتلين والدفع بما يرواج له الاستسلام مقابل السلامة والغذاء وحليب الأطفال ومنهم الطفلة ميرة ذهت الأربعة أشهر ذك وضع يحط بجيش الاحتلال إلى أدنى ما تبلغ الجيوش إن عجزت عن المقاتل فعليك برغيف المدنية كما أنه ينسف مفهوم الأمن الإستراتيجي الذي تشن الحرب تحت شعاره فإذا كان الناس العاديون هم طريقه فالناس لا ينتهون ترجمة نانسي قنقر